اهلا بكم من جديد في حصة مغاربية يسود الترقب الأوساط المغربية منذ تعيين رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخ النوش رئيسا للحكومة المرتقبة حيث تتصاعد والتحليلات بشأن السيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة الجديدة النتائج التي حققتها الأحزاب الكبرى جعلت التحالفات مفتوحة على كل الاحتمالات فيما تتزايد التساؤلات بشأن الحزب الكبير الذي سيقود المعارضة رئيس الحكومة المعين عزيز أخ النوش قال عقب نهاية اليوم الأول من مشاورات تشكيل الحكومة إن لقاءاته بزعماء الأحزاب السياسية ستستأنف الأربعاء وفي هذا الإطار كشف مصدر من حزب التجمع الوطني للأحرار أن آخر نوش وزها الدعوة لزعماء الأحزاب الممثلة في البرلمان وفقا لنتائج اقتراع الثامن من سبتمبر بما فيها حزب العدالة والتنمية مرحلة المشاورات التي يقوم بها رئيس الحكومة المرتقبة مع أمناء الأحزاب الأولى في الانتخابات تصاعدت معها تحليلات بشأن السيناريوهات المحتملة لتحقيق تشكيل أغلبية برلمانية منسجمة وحكومة مرحة المفروض أن الأغلبية الحكومية يجب أن تتشكل من الأحزاب التي نالت ثقة الناخبين والناخبات ولأن مغربنا هو مغرب متعدد من ناحية الأحزاب السياسية ولأن النتائج الانتخابية أفرزت عدد كبير من الأحزاب في الرياضة لذلك أتوقع أن الأغلبية الحكومية ستتشكل من تجمع الوطني الأحرار وحزب الأصرة ومعاصرة وكذلك حزب الاستقلال مع النتائج التي حققتها الأحزاب الكبرى واتجاه حزب العدالة والتنمية إلى المعارضة فتح باب التكهنات أمام من هو الحزب الكبير الذي سيتجه نحو المعارضة ومن الذي سيغلب المصلحة العامة على مصلحة الحزب لأن المشكلة التي يطرح الآن أمام عزق خنوش هي المعارضة في السنوات السالفة كانت الأحزاب تتسابق في اختيار صف المعارضة والآن كل أحزاب تتسابق لفوز بموقع في صف الأغلبية لذلك فمن ناحية الدستورية والحفاظ على توازن السلطة تنفيذ الحكومة والبرلمان يجب على حزب كبير أن يتجه نحو المعارضة وإما حزب الاستقلال أو الأصرة المعاصرة أو الاتحاد الشراكي بحسب المراقبين فإن المحطة الحالية تتطلب العمل الجماعي من أجل تجاوز الإشكالات والتحديات المطروحة على المستويين الداخلي والخارجي فالخريطة التي أفرزتها للانتخابات تجعل التحالفات مفتوحة على جميع الاحتمالات وتحقيق التوازن بين الأغلبية والمعارضة هو شرط أساسي لنجاح العملية السياسية في الحكومة المقبلة إكلام الأسرة قناة الغد الرباط ومن الرباط ينضم إلينا الدكتور طارق أتلاتي رئيس المركز المغربي لدراسات والأبحاث الاستراتيجية أهلا بك معنا في حصة مغاربية الدكتور أتلاتي بداية حسب متابعتك كيف يبلع عزيزة خنوش في مشاورات تشكيل الحكومة أهلا وسهلا تحية لكم ولمشاهدي قناة الغد لا شك بطبيعة الحل وأن المسألة انطلقت بالمشاورات وكان اليوم الأول مع خمس أحزاب وهي كلها تلك الأحزاب تعتبر مقبولة للدخول في تشكيل حكومة مع حزب التجمع الوطني للأحرار لاعتبارات عديدة لكونها التقاطعات وما تتقاسمه مع هذا الحزب هي نقاط كثيرة ومتعددة وبالتالي هذا يعطي أريحية كبيرة للسيد عزيزة خنوش رئيس الحكومة المعين لكي يضع أكثر من سيناريو في الاختيار المسألة الثانية وهي ارتبطت بطبيعة الحل وهذا لوحدة بشكل جلي على أن الترتيب الرقمي لم يحترم بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية على اعتبار أنه حصل على 22 و 21 مقعد ولكن تم استقبال حزب الاتحاد الدستوري قبله الذي لم يحصل إلا على 18 مقعد ما معنى ذلك من مجد قبل على أن حزب معنى ذلك أن حزب التقدم والاشتراكية كان حليفا رئيسيا لحزب العدالة والتنمية الإسلامي طيلة العشر سنوات وبالتالي هذه رسالة موجهة على أن أي استقبال الآن بعد هذه الخمس الأحزاب الأولى سيكون استقبالا بروتوكوليا ولا شك أن الدعوة وجهت أيضا للحزب الإسلامي حزب العدالة والتنمية الذي لم يحصل إلا على 13 مقعدا أربعة مقاعد وتسع مقاعد ببقايا الأصوات بمعنى أن المسألة الآن هي فقط سورية فيما يخص هذه الأحزاب المتبقية وبأن الأحزاب الخمسة الأولى سينتقي منها بطبيعة الحال ثلاث أحزاب التي ستشكل إلى جانب حزب التجمع الوطني الأحرار الحكومة المقبلة حزب تجمع رئيس عزيز أخ النوش هو اليوم يشتغل في أريحية وإن كان بطبيعة الحال هناك قيود أمام اختياراته وهي المرتبطة بثلاث محددات أساسية جلالة الملك كان قد طرد مجموعة من المسؤولين واعتبر أن عودتهم مستحيلة لأي منصب وزاري أو أي منصب مسؤولية ثانيا هناك عدد من الوجوه التي المواطنات والمواطنين المغاربة لم يعودوا بطبيعة الحال يقبلون هذه الوجوه في مناصب الوزارية للتسيير والتدبير ومن جهة تالتة بطبيعة الحال انتظارات المواطنات والمواطنين يجب أن تحضر في هذه المشاورات ولا شك أنها تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين عوض مسألة توزيع الغنيمة فيما يخص تشكيل الحكومة كما كان يفعل حزب الإسلامي حزب العدالة والتنمية كتنظيم جعل الوطن مجرد غنيمة توزع بين أعضاء هذا التنظيم فيما يتعلق بأنت أشرت إلى أن توسيع هذه المشاورات من قبل عزيز آخر نوش خصوصا وأن هناك دعوات أصبحت توثير على ماتل استفهام عند الكثير من المغاربة فيما يتعلق بدعوته لحزب العدالة والتنمية لإجراء هذه المشاورات هناك من قال ما الذي سوف يكون مختلفا عن الحكومة السابقة إن دخلت كل هذه الأحزاب في الحكومة الجديدة سوف تكون نسخة كربونية عن حكومة سعد الدين العثماني نعم هو لكي نكون متفقين في مسألة معينة وأن حزب العدالة والتنمية لم يتبقى له من إطاره سوى صفة أنه حزب وبالتالي مفروض عليه مادم أنه حصل على هذه المقاعد أن عزيز آخر نوش رئيس الحكومة المعين يجب أن لا يظهر بأنه متطرف تجاه هذا التنظيم أو هذا الحزب العدالة والتنمية وبطبيعة الحالة المسألة هي فقط سوريا طيب ماذا عن المعارضة؟ اليوم دكتورة ثلاثي لم يستثني أي حزب ربما التجمع الوطني للأحرار عينه على الأغلبية الحكومية وعينه أيضا على المعارضة لا ينقص من قدرها أيضا هناك من كان يسأل في التقرير من سوف يقود المعارضة اليوم أغلب الأحزاب تنظر إلى الحكومة مثلما تفضلت وقلت سابقا لكن من سوف يقود طرف المعارضة؟ نعم من المفروض أنه وفقا لما تنص عليه مقتضيات الدستور أن للمعارضة أيضا مكانتها في المملكة المغربية وبالتالي لهذا قلت بأن السيناريوهات المفتوحة اليوم أمام السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة المعين هو أن في نهاية المطاف سيكون اختيار بين حزبين على أن يختار واحد منهما أما بالنسبة أعتقد شخصيا بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سيكون حاضرا في هذه الحكومة لسبب رئيسي هو الحزب الوحيد الذي له امتداد دولي على مستوى الأممية الاشتراكية وبالتالي البعد الدولي لا بد من إلزامية حضوره في منطق الحكومة المقبلة إذن الاختيار سيبقى بين حزب الأصالة والمعاصرة الذي ظل عشر سنوات ضد حزب العدالة والتنمية وكان في المعارضة وهو المعروف بأنه الحزب الحاداتي وحزب الاستقلال بطبيعة الحال المعروف أيضا حزب وطني ولكن يعرف بأنه حزب محافظ فالاختيار هنا بطبيعة يبدو لنا بأن السيد عزيز أخ النوش كان قد قال في الحملة الانتخابية بأن حزب الأصالة والمعاصرة بالرغم من أن أمينه العام قام ببعض التصريحات على المستوى الدولي إلا أننا كحزب تجمع الوطن الأحرار نبقى مفتوحين على هذا الحزب لأننا نحتاجه في تسير فبالنسبة لنا الأمر واضح اليوم لأن حزب الأصالة والمعاصرة 80% سيكون حاضرا في الحكومة المقبلة شكرا لك من الرباط دكتور طارق ثلاثي رئيس المركز المغربي لدراسات والأبحاث السراتيجية